بالفعل بدأنا قبول آلاف الأفراد وبدأنا توزيع اللاجئين وهذا الأمر بدأ من اليوم بالإضافة إلى ذلك سوف نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية من خلال 71 مليون يورو مخصصة لهذا الغرض سوف نعمل على دعم ملدوفا في مجال التوليد الطاقة نظرا لأن هناك نقاط ضعف مختلفة في هذا القطاع سوف ندعم الحكومة الملدوفية في جدوى الأعمال الإصلاح والعدالة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية وسوف نعمل على دعم ملدوفا فيما يتعلق بإدارة الحدود خامسا سوف ندعم القدرة على المقاومة ماليا حيث سنقدم القروض والدعم للقطاع المالي من خلال 96 مليون يورو معلي المستشار اليوم أعلنت عن قروض لـ 51 مليون يورو سوف نقوم بـ نحن نقول بأن نحن فقط في بداية هذه الأزمة وكل المؤشرات تقول بأن هناك تبعات ولذلك فإن مؤتمر الصحفي هذا ليس ختام لعملنا المشترك لكنه نقطة انطلاق لمزيد من التعاون على المدى الطويل مع ملدوفا بعد الظهيرة خمس مجموعات عمل سوف تبدأ في اجتماعاتها لتقديم الدعم لملدوفا على المدى الطويل ستكون هناك جلسات لدعم هذه المنصات وأود أن أتقدم بالشكر لفرنسا ورومانيا الدول المستضيفة لكل الشركاء الذين تحملوا مسؤولية تنفيذ قرارات اليوم إن رئيس الوزراء يمكنني أن أؤكد لك بأننا بالفعل لدينا الإسرار والعزيمة الأمر لا يتعلق بملدوفا فقط أو أوكرانيا فقط ولكن أوروبا وقيمنا المشتركة والموحدة نحن نريد تحديد المصير الذاتي وسوف تكون لدينا الفرصة لأننا عايز بهذه الطريقة نشكركم شكرا جزيلا أنا سعيد للغاية بهذا المؤتمر الثامن لدعم ملدوفا في سياق صعب للغاية من أجل التعامل مع حرب ضد دولة مستقلة إن روسيا تحاول أن تستغل هذه الحرب وأن تغزو هذه الدولة بالرغم من أن هذا الوقع قد يتغير إن المفاوضات لا تحقق تقدما ولم يكن هناك أي تغيير ملحوظ منذ بدأت هذه الحرب نحن نرى زيادة في المآسي التي يتسبب فيها القصف من قبل القوات الروسية واحتلال القرى والمدن الأوكرانية نحن نرى زيادة في الكوارث أمام أعيننا إننا نقول بأننا سوف نجتمع غدا في بروكسل اجتماع لوزراء الخارجية ولمناقشة الوضع وهذا يجعلني في بداية المؤتمر الصحفي بشأن ملدوفا أقول بأننا مع أصدقائنا من ألمانيا نحن سوف نواصل دعمنا لأوكرانيا من حيث المساعدات الإنسانية والمساعدات المالية والمساعدات العسكرية سوف نقدم السلع والبضائع ونعمل بالتنسيق مع رومانيا وسويا سوف نرى الاحتياجات اللازمة لفرض مزيد من العقوبات في حال ازدادت صعوبة الوضع وهذه المآسي التي نرى نحن نحتاج لإطلاق حزمة خامسة من العقوبات في الحادي عشر من إبريل ألمانيا وفرنسا ملتزمتان بالحديث وبمناقشة هذه الحزمة الجديدة القطاع النفط والغاز يتضمن مزيد من التركيز نقوم بمداولات ونحتاج لأن نعمل على منع هذه الجرائم وأن لا تمر دون محاسبة وأن لا تكون هناك حصانة هذه الجرائم لا بد أن لا تكون لها حصانة سوف ننظر ما الذي علينا أن نفعل في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر